من الميكلة من التراث اللامادي وما أدراك بيش نحكيه في الثقافة بيش نحكيه على مهرجين في غضون الأيام القليلة القادمة سعيدة جدا بحضورك دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بيك دكتور سليم الورتاني دونك منظم ومدير المهرجين التثقيفي للصحة مرحبا وبيك يا عيشك مرحبا ومعتيك صحة الاستضافة هذي يا عيشك أنت أهل لها دكتور دونك نحكيه على الكوفيد تقريبا في ساعتين مزمان تناولناه من جوانب مختلفة اقتصادية سياسية اجتماعية معاك يظهر لي المنحة الثقافي صحيح هو الكوفيد يمس كل شيء دونك المنحة الثقافية مهم هو تثقيفي صحي في نفس الوقت توعوي الفكرة جاءت من أول العام من أفريل كنا عملنا نظمنا أول مؤتمر صحي عن بعد الميديتون هذا في 19 أفريل ونحضره في الدورة الثانية متاع الميديتون فبش نتعدى المرحلة الثانية ما بين الإطار الطبي والصحي وللعموم اليوم الثاني يعني بين 28 و29 اليوم الثاني بش يكون للعموم وعلى هامش المؤتمر الصحي هذي بش يكون ثم بادرة جديدة هو المهرجان هذا متاع التثقيف الصحي هو في دورة أولى ويقول القاية الدكتور ديمكي نحكيه على دورة أولى في أي في أي مسابقة ولا مهرجان ولا غيره نقوله شنوى الدواعي اللي خليت نفكر في سياغة الفورمول هذية إنه يكون عنا مهرجان يعني بالتثقيف الصحي والله هي فكرة وحلمة عندها عشر سنين خاص قبل الكورونا قبل كل سائل قبل ما عنداش علاقة بالكورونا بالكل بكل في إطار آخر وقعدت منها موجودة في الذاكرة مدة الإطار الحالي متاع الإشكال الوبائي العالمي خلى الفكرة أنها تعود تطلع منها على السطح وقلنا لملا نشاركه في تثقيف صحي تشاركي يعني أي شخص هو بيده يحاول أن يساهم في التثقيف متاعه والمحيطين به وكيفش خممته في التطبيق الاختيار وقع أن يكون مهرجان في شكل أفلام هكا ولاي؟ أو موضات تحسيسية هذا هو بالضبط هو الاختيار بموضات تحسيسية أو أفلام قصيرة جدا الغاية متاحة هو التثقيف والتوعية حول الكوفيد فالغاية أنه كل واحد كيفش يرى الكوفيد وكيفش ينجمي عدي الفكرة متاعه للتثقيف والتوعية للعباد الكل بطريقته بنظرته الفنية الصحية في نفس الوقت باش يثير في المشاهد المتقبل أنه يقبل الفكرة أنه يبعد على الكوفيد الدكتور لو تسمح لش كون موجه يعني كنقوله مهرجين ش كون الناس اللي انتوا ما تتوجهو لها باش هي تبعث لكم الأفلام هذية؟ عمتوا الناس مثلا؟ بالضبط هو مفتوح للجميع يعني كأشخاص أو كمؤسسات أو كهياكل هوات أو محترفين القاسم المشترك هو الكوفيد يعني كيفش نجمه نعاونه بعضنا باش نوعيه بعضنا قاعدين نعيشه منها في موجة ثانية كبيرة ونلاحظوا أنه رغم أنه فم جهود كبيرة من الإطار الصحي منها يبقى الأمور قاعدة تجري بنسق كبير فدور المواطن مهم برشا في المشاركة في التوعية اي دونك هنا هو توعوي المهرجين هذا بالأساس تحسيسي بالأساس تثقيفي بالأساس شروط الأفلام اللي بيش تدخل في المصابقة دكتور شنو الشروط اللي حاتيتوها؟ يزمي كل موضوع الكوفيد أكيد ما يفوتش عشرة دقايق المهم يكون قابل للبث على النات على خاطر هو المهرجين هذا عن بعد ويبعثوا المشاركات متاحهم كأشخاص أو كمجموعات قبل 22 نوفمبر احنا توف في التاريخ ما زالنا بطبع الحال احنا توف في التاريخ وهذه فرصة يعطيك صحة نذكروا أنه آخر أجل لقبول المشاركات هو نهارة 22 نوفمبر كي نحكيه على موسابقة دكتور نحكيه على حاجتين نحكيه على لجنة شكون اليوم اللي باشي قيم جماليا وفنيا وأيضا حتى قيميا قيمة متاع الفون متاع هالأفلام هذية ثم الجواز هو إلى حد الآن معنا إتصارات قادة تجري معنا فرصة باش نشكر وزارة الصحة اللي عاونتنا على الفكرة ورحبت بها والمنظمة العلمية للصحة زادة دونك في اللجنة باش يكون أطراف من الجانب الصحي وأطراف من الجانب السينمائي إلى حد الآن موجودين من الجانب الصحي وفما ترف واحد من الجانب السينمائي نجمو نعرفو؟ والله يترف كشخص مش كمؤسسة يعمل في مدينة الثقافة ما زلتك تعرفت عليه منها جديد وفما اتصال بالمؤسسة اللي احنا فيها تود على التلفزة التونسية على التلفزة التونسية سيد المدير معنا تصحها قبل الدعوة وقاعد دعم اتصال مع التلفزة ليش؟ للبث يعني من بعض الوامرات الفائزة مثلا؟ والله هذه معنا الفكرة الأولى وجود هنا هو تدعيم للمبادرة ويكون شخص ممثل في الجري في اللجنة الجوائز ما جاوبنيش عليها الدكتور فما جوائز ولو تحفيزية الجوائز فما ثلاثة جوائز القيمة الجميلية 6000 دينار الجازة الأولى 3000 دينار الجازة الثانية 2000 دينار الجازة الثالثة 1000 دينار جميل جدا انا بشا نقول لكم ان شاء الله ربي معكم احنا بشا نتبع من هنا ترجع لنا الدكتور تعدنا ترجع مع الفيلم يتبث من هنا من صبحكم تونسي كدعم من مؤسسة التلفزة التونسية وتجيبنا الفيز معكم بإذن الله هذا يا وعد كانت سمحة نذكر كيف شكوني نجم يتصل وكيفاش نجم يتصل كيفاش توصلوا يصلوا لكم الأفلام بالضبط فما رقم الهاتف وفما إيميل من عشان نجم نذكرهم رقم الهاتف هو ثمانية وخمسين أربعة وثلاثين أربعة وربعين أربعة وستين وإلا يبعثوا الإيميل سليم ورتاني أرباز كاتارسيس كونسولت كون كوم خيبيا اللي ظهروا له قالوا بعوجيلة لأنه في اللحظات الأخيرة الدكتور وشكرا مرة أخرى على الحضور ينجم يرجع الوطنية روبلي يلقى الفيديو هذا كامل وإلا على صفحتنا صباحكم تونسي مع إينيس شكرا دكتور غيرتك ألف صحة وإن شاء الله المهرجين كل التألق وكل النجاح للمهرجين تحية سبيسيال برشا للجال يمتاعنا من الخارج اللي قاعدين يتابعوا فينا وتحديدا للأبوين الصيدق أبو سليمان وانشراح الشعبين من دبي يتفرجوا فينا ويبلغوا التحايا امتاحهم الولدهم الوسيم أحمد اليوم عيد ميلاد إن شاء الله كل عام وهو حي بخير العقبة الميات نسناه فرحانين برشا اشتركوا في القناة